السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع حضرت مؤتمر قبل كامل وما عملتش فيديو عنه والبعض انتقدني طب ليش ما عملت؟ ليش ما عملت؟ ليش ما سويت فيديو وراح تجيب مشاهدات عالية وتتظبط القناة؟ حسيت انه والله يشوفه طلع فيديوهات كثيرة جدا عن جد كثيرة جدا عن آيفون الجديد وحسيت ان لو بدي أقدم نفس الفكرة نفس المواصفات اللي حكوها بالمؤتمر ما رح أجيب إشي جديد قاعد فكرت الموضوع إيش ممكن الآيفون 15 يعطيكم والبرو والماكس إيش ممكن يعطيكم إيش ممكن ما يعطيكم فطلعت بفكرة انه آه ما بدنا نشتري الآيفون 15 بدنا نشتري إشي أعلى منه إما البرو أو البرو ماكس وعندي أسباب يعني مش انه والله بس أتبلع عليكم فإلى عشاق أبل إلى كل حدا بحب يشتري آيفون سنة شوية لا تشتري الخمسة اشتري إما البرو أو البرو ماكس وأي حدا بدي يدخل عالم أبل برضو بي رح أنصحك بالبرو أو البرو ماكس ليش صحيح أنه سعر الآيفون 15 مقارنة مع البرو والبرو ماكس أرخص بس يمكن تزيد لك 200 دولار عشان تأخذ البرو أفضل فخلينا أحكي لك أول شي لازم تعرف أنه بالآيفون عنا أربع أجهزة والآيفون 15 خلينا نبلش فيه هو الأشي البيسيك هو الفنيلا فيرجن هذا الجهاز ما بيأخذ أفضل التقنيات وأعلى التقنيات من أبل ولا بيأخذ أشياء حصرية ولا بيأخذ أي شي متميز فعليا أليك بشوفه بيأخذ حتى هو مكونات مأخوذة من الآيفون السابق من آيفون 14 برو بيأخذ بعض مكوناتها مثل المعالج أخذ معالج الأي بايانيك 16 تبع السنة الماضية فهو فعليا ما بيعطيك إشي جديد كثير دائما يعني المرة هاي بس حطوا بالكاميرا الجديدة عملوا كاميرا 40 ميجابيكسل بحساس جديد هذا يعني تحديد يعتبر ممتاز لكن بالشكل العام إذا أنت بدك تشتري آيفون تستثمر فلوسك وتأخذ أعلى إشي أفضل إشي أكيدك تروع على البرو والبرو ماك صحيح سعر غالي بس أنت بتشتري جهاز زي هيكا ممكن يقعد معك سنوات طوال عشان هيك أنا مفكر في موضوع الآيفون 15 بحسوش الجهاز المناسب أني أشتريه على أقل بالنسبة لي ممكن وجهة نظرها يتعجبك اليوم فخليكي مركز لو سمحت لسه ما خلصنا الشاشة هل فيه تجديد بالشاشة المرة هاي نعم فيه تجديد شالو الشاشة اللي فيها النوتش وجابوا لنا شاشة جديدة فيها الدايناميك آيلاند الناس حتحبها هي النقطة لأنه حابين يحصلوا عليها لكن إشي الغريب في الموضوع أنه شاشة الآيفون 15 ما بتشبه بميزاتها شاشة البرو والبرو ماكس حتقول لي طبعا مش لازم تشبهها لأنه في عندك برو وبرو ماكس بس مش لها الدرجة يعني الفرق يكون أنا هي رأيه يعني شاشة الآيفون 15 لساتها بتردد 60 هرتز ما عندها البرو موشن يعني من حقها تأخذ البرو موشن حق الجهاز 800 دولار أعتقد قبل لازم تحني شوي على الآيفون هذا الفئة الأولى هاي وتعطيه برو موشن فهي 60 هرتز مش برو موشن فما رح يكون حتى عندك الالويز اون ديس بلي هيكون عندك الدايناميك آيلاند نعم ولكن الشاشة كرفريش ريت كسلاسة مش رح تكون سلسة زي الباقيين عشريك أنا بفضل البرو والبرو ماكس شغلي ثانية بالبرو والبرو ماكس خففوا البيزلز اللي في التليفون فالشاشة فعليا بتحسها نحيفة كثير والأطرافها نحيفة جدا الآيفون عادي لا زي ما هو حالا بالدرجة لنقطة المعالج احنا بنأخذ بالآيفون 15 المعالج A Bionic 16 واحد من أقوى المعالجات السنة الماضية مظبوط يعني ما فيش نقاش في هذا الموضوع والمعالج برضو هيكون أداءه عالي جدا ويمكني يهزم كثير من الفلاكشب تابعون أندرويد صحيح بس فكر فيها شوي قبل أعطت معالج للبرو والبرو ماكس هو الأفضل حاليا في أي هاتف موجود معالج مبني بتقنية الثلاثة نانو متر معالج A 17 Pro رأي شاله بايونيك صار A 17 Pro فيعني أنا اللي شفته عن المعالج والديمنستريشن اللي عملوها بالمؤتمر إش بصراحة كثير رائع أداء عالي صحب بطارية أقل أكيد الألعاب ودعم Ray Tracing الجي بيو قديش حدثوه صار عندك كورز كثيرة صار تحس الآيفون البرو والبرو ماكس صار إشي مناسب جدا للألعاب وحيكون بصراحة تجربة غير فتخيل أنت معاك آيفون بس ما بتقدرش تاخد هاي الميزات ليش؟ لأنه مش برو ولا برو ماكس فبتقدو أخد الخمسطاش بصراحة أنا لا بدفع زيادة بدي أخد هاي التجربة وشغلهم هم ما بنركز عليها صحيح أنه أبل بتعرف تستغل الرام صح مثل الآيفون 15 رح ياخد 6 جيجابايت رام البرو والبرو ماكس حياخد 8 جيجابايت رام وهدولا سوف يتم استغلالهم على أحسن وجه فإنت أخد الرام الأعلى على أقل ونروح للنقطة اللي يمكن الأهم في عالم الآيفون الكاميرا إذا أخدت الآيفون 15 صحيح رح تاخد حساس جديد مع كاميرا 48 ميجابيكسل رح تاخد كاميرا عديدة ما تغير 12 ميجابيكسل بس أول شيء ما عندك الكاميرا الجديدة تبعت الزوم اللي هي بتعمل 5x زوم هاي مش موجودة عندك حتقول لي مش مهمة بصراحة ليش مش مهمة أنا بستخدم الثلاثة اكس زوم اللي موجودة على الآيفون 13 برو ماكس كثير والجودة تبعتها عالية الكاميرا اللي جاي لسه أحسن والجودة أعلى طب أنا بدي أفضل تجربة كاميرا بدي أدفع الفلوس جاهز بدي أخد البرو برو ماكس الشغلة الثانية صحيح البرو برو ماكس عنده 48 ميجابيكسل بس الحساس أحدث وأكبر وهذا يفرق في التعامل أيضا بدي أضيف انه بزا ما كنا نقدر نصور البروريز اللي هي الجودي العالي جدا اللي غير معدل عليها بس تاخد حيز كبير هسا بتقدر برضو تصور صور برو رو وتنقلها مباشرة بسبب اليو اس بي تايب سي على اس اس دي خارجي مباشرة من الآيفون فبتقدر تصور صور كثير عالية الجودة خام بسموها صور خام وتعدل زي ما بده هذا الخيار مش رح يكون موجود للآيفون 15 للأسف وعلى سيرة اليو اس بي تايب سي صحيح انه الآيفون اخذ يو اس بي تايب سي وقبل حكت انه هذا هو الستاندرد العالمي بس في عملة حركة أنا بالنسبة لي مش مفهومة اليو اس بي تايب سي الي على الآيفون 15 و 15 بلس نوعه يو اس بي 2.0 اما اليو اس بي تايب سي البروتوكول طبعه الي على البرو والبرو ماكس الي هو 3.0 يعني يصل سرعة نقل البيانات فيه الموجودة على البرو والبرو ماكس لحده 10 جيجا بيت بالثانية اما الي على الآيفون 15 480 ميجا بيت بالثانية مش جيجا ميجا نفس سرعة اللايتنينج الي كان موجود فلذلك بختار البرو او البرو ماكس انا بالاغلب ساختار البرو ماكس لانه برضو البرو والبرو ماكس عندهم بطارية افضل دوامها اكثر ومع المعالج هذا الثلاثة نانو متر تخيل كديش البطارية ستستمر اضف الى ذلك البطاريات ما حكوا عنها لكن في زيادة شوي بحجم البطارية واكيد بطارية البرو والبرو ماكس اكيد افضل من الآيفون 15 في نهاية الموضوع انت حر باللي بدك تختاره بس انا بحاول اعطيك وجهة نظري انا شخصيا رح اسعى ان شاء الله اني اشتري البرو ماكس انا بستخدم الآيفون 13 برو ماكس صلي سنتين وبعتمد على كاميرته اعتماد رسمي وعى السوشال ميدي طبعا فهلا بدي اعمل افغريد بدي اجرب الكاميرا الجديدة البرو ريز بدي اجرب هاي الخواص كلها والزوم فبدي اروح للبرو ماكس ان شاء الله انت اذا مصر بدك الايفون 15 يعني جيب الايفون 13 ومش راح تحس انه في فرق كبير بس في فرق بالسعر يمكن 600 دولار حقه هذا رأيي بشك في فيديو قادم الى اللقاء